عقد محافظ الفيوم أحمد الأنصار اللقاء المجتمعي الأول مع أهالي قرى مركز ومدينة الفيوم بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم وذلك للاستماع إلى أراء ومقترحات المواطنين والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم الضرورية وأشار المحافظ إلى أنه تم إدراج قرى مركزي الفيوم وطمية ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وذلك بعد مراجعة كافة المؤشرات الخدمية والتنموية بالمركزين بشكل علمي ممنهج بناء على الاحتياجات الفعلية لقرى كل مركز على أرض الواقع ومشيرا إلى أن الدولة تسير بخطة جدة نحو تحسين كافة الخدمات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين